أحكى الله بالخير وأهله وسهله فيك معنا اليوم عمر هل هذا يعني اعتراف من وسائل الإعلام التقليدية بأنه يمكن منصات السوشال ميديا سحبت البساط من تحتهم ولا هو حق مشروع لهم بما أنهم هم من يصنع الخبر وبالتالي ينشر على الجاهز في منصات التواصل الاجتماعي نعم صباح الخالق لكل المشاهدين بطبيعة الحال هيدا خلاف خلاف له عدة وجهات نصر أول وجهة نظر بتقول أنه وهيدا اللي صار المشكلة لها بأستراليا بين ماتا وجوجل ومسجل الشيوخ الأسترالي بيقول أنه نحن كل 100 دولار عم تنصرف بالعالم الرقمي عم بيروح منها 77 دولار لماتا وجوجل يعني لعالك وسائل الإعلام عم تعمل إنفستمنت بحوالي 80% بفيسبوك وجوجل إلى جانب ذلك أنه وهيدا الشيء بكل الدول العربية والعالمية إنهيار الصحف بالعالم واكتوجه العالم لمواقع التواصل الاجتماعي بظل هيدول يعني في صحف بكل العالم العربي تسكرت في صحف بكل العالم تسكرت صحف صرى 100 سنين أقفلت أبوابها لأن ما عم تقدر نتيجة الأزمة الاقتصادية وضعف عدد القراء بهيدا الصحف لأن توجهت العالم للعالم الرقمي هيدا الشيء عم بشوفه بأوروبا وبأستراليا وبكندا إنه هيدا الشيء مشحف بحق الصحافي ولازم نقوية بوقت شركات عم تعمل مليارات الدولارات وسائل الإعلام عم تقفل لذلك إجوا عم بيضغطوا على الشركات الكبيرة مثل اكس و جوجل و متا إنه لازم تدفعوا مصاري شو عم بيوجهوا شركة متا و جوجل حاليا عم بيقولوا نحنا أي وسيلة ألمية بدا ترفع علينا دعوة لحتى تاخد مننا مصاري حتى بالقانون حنوقف لها نشرة يعني محن نخلي مثلا المواطن الكندي شوف صحيفة لهيدا المؤسسة لأن هي عم بتطلبنا بمصاري ليه لأن عم بيقول مارسوغربرغ وشركة جوجل إنه حضرتكم كمان عم تستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لتجيبوا ترافيك وسبسكريبشنز على الويبسايت كمان العالم شي تفتح الويبسايت بيطلعها دعايات هؤل الدعايات هن لأصحاب المواقع لأصحاب وسيل الألم لما في صحف عالمية عم تاخد سبسكريبشن عشرين دولار بالشهر وانا عم تروح تعمل بروموشن عم بيجوا من فيسبوك وعم بيجوا من جوجل وعم بيجوا من تويتر شركة تويتر إيلون ماسك رايح راديكالي رايح راديكالي بالقصة عم بيقول لهم مفوضات ما فيه ومعنى مصاري ما فيه ما تحكم أنا إيلون ماسك هم شي ما يدفع وخصوصا أنه يجبر أن يدفع يعني بيقعد يفرهد لآخر اللحظة بس عمر يعني المؤسسات الإعلامية هذه كمان عندها موظفين عندها صحفيين عندها يعني مش مثلها مثل منصات التواصل الاجتماعي اللي بتأخذ الخبر أو حتى لو كانت يعني أصلا المؤسسات الإعلامية عندها حسابات فعلية على هذه المنصات لكن في النهاية عندها كمان يعني مجموعة مؤسسات لازم تصرف على نفسها بغض النظر عن الإعلانات أو الحسابات اللي بتكون موجودة على السوشال ميديا بطبيعة الحال ولكن ما فيها تجي يعني بالنهاية أنا بشغل بوسيلة إعلامية وحضرتك بوسيلة إعلامية منعرف قد قوة السوشال ميديا بالنسبة لوسائل الإعلام ومنعرف قداش السوشال ميديا عم بتجيب الترافك لوسائل الإعلام ولا مرة شركة تويتر على حساب الرسمة حطت مقال لصحيف لنيورك تايمز وينما يوزر أنا كيوزر ممكن يعجبني مقال وأعمل شير للينك صح وسائل مواقع التواصل الاجتماعي بفوتوا على تويتر افترضنا ليقروا أخبار صح ولكن الأخبار لوين عمتخدنا عمتخدنا على الموقع الرئيسي تبع الصحيفة وعم بيطلع لي دعايات على هذه الصحيفة والصحيفة ببعض الأحيان عم تجبرني إدفع سبسكريبشن لقرأ المقال تبتر بيع الصحف بالعالم صارت سبسكريبشن يعني تدفع عشرين دولار تفتح وإلا ما بتفتح وعم بيقولوا نحن في ألوف من وسائل الإعلام بالعالم شركة جوجل وفيسبوك وآكس عم بيقولوا في ألوف بالعالم ايو بس ما إحنا ما في الثلاثة أو أربع الكبار ايه صح صح بس أنت ما فيك تعودت تضطيع أنه بدأ تجي وسائل الإعلام تقول ليه عم تدفع لهذه الوسيلة ما عم تدفع لهذه الوسيلة عم تفتح أنت ميات لبويب عم بحكي حسب وشية شركات تكنولوجيا ننفتح ميات لبويب علينا بكل دول العالم وحندفع ملايين الدولارات وما نعود نخلص لذلك عم بيكونوا عم بيشتغلوا بشكل يعني راديكالي بهالموضوع إلا بأعتقد بفرنسا ردخت شركة متا وجوجل وهيك وسائل الإعلام كتير كبيرة وعندت فعلهم نسبة مقاوية كبيرة ليش طيب؟ ليش هذولا تحديدا؟ ليه في فرنسا رضخت ولبعض وسائل الإعلام قالت طيب ولباقيين قالت لا ما عليش بنقفر لكم حساباتكم كمان لأن السوق الفرنسي ما بيقدر ولا شركة مواقع التواصل الاجتماعي تستغني عنه سوق مليان بالإعلانات سوق مليان الجوجل والفيسبوك هني نمبر وان نمبر تو بفرنسا وإذا نسحبوا من السوق أو عملوا حجب على وسائل الإعلام وإلى ما ذلك حينضروا ماديا كتير وما بتعرف كيف تساعد الأمور ويتم حجب كامل لجوجل وفيسبوك بفرنسا إذا خرقوا القانون ولكن إذا بتشوفيهم بأستراليا مارزوغيربرغ قال لهم عفوان شركة جوجل قالت لمسجل الشيوخ الأسترالي نحنا مستعدين نحجب موقع جوجل كليا عند أستراليا إذا حتكروا القانون كانوا هالأدي راديكالي واو واو طيب إيش توقعاتك يعني هل في النهاية إحنا ناقشنا هذا الموضوع مسبقا حينما تم بس طرح الفكرة لكن الآن الموضوع وصل للقضاء إيش تتوقع عمر واحد صفر ولا صفر صفر شوفي أنا برأيي إذا قدروا بكل دولة مجلل الشيوخ يحدد وسائل إعلام محددة بناءا على المعايير الصحفي وعادي صرفات حاوى كلها التفاصيل وفقط يلتزموا بهال لايحة يعيث وسائل إعلامي اللي هي لا تتخطى 100 أو 10 بكل دولة أو حسب كل دولة وكبر عدد سكانه وعدد وسائل الإعلام ممكن يوصل إلى تسوية مع جوجل وماتا وإكس ولكن إذا القانون هيكون مفتوح إذا بدك بالتفاقل اللي عم يحكوا في فرنسا أو كندا أو أستراليا وكل وسائل اللي عليهم بدأت سير طالب مصاري من شركات التكنولوجية أعتقد رايحين لمشكل كتير كبير يعني بنفسه إيلوم ماسك خسران ودافع 44 مليار والآن قاعد يتحمل 40 مليار دولار مبارح دفاع أيها مخسران كمان ومغير إكس ومغير تويتر وغير لأن كل شفاء كمان بيقعد يدفع للشركات والله لا ما أعتقد أنه سيطلع أبدا شكرا جزيلا لك يا عمر على كل هذه التفاصيل الخبير في منصات التواصل الاجتماعي يا عمر قصقص كان معنا من بيروت نارك جميل يا عمر